إلحق جهز ورقك وقدم على التصالح ده بقى أشعار الحكومة دلوقتي من بعد ما حددت معادة تقديم على التصالح وصدور اللائحة التنفيذية لكن إمتى تقدر تتصالح وإيه هي التيسيرات اللي بتقدمها الحكومة في القانون الجديد؟ وإمتى ما تقدرش تتصالح نهائياً؟ هنعرف كل التفاصيل في فيديو النهاردة ناس كتير لست شيلة هم التصالح في مخالفات البناء حتى بعد إصدار القانون بشكل رسمي إلا إنهم لسه قلقانين من إجراءات التصالح لكن من ساعات الحكومة طمنتهم وكشفت عن تسهيلات جديدة في القانون وكشفت كمان عن معادة تقديم على التصالح إيه بقى التفاصيل؟ المستشار محمد الحموصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء قال إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء هيتم إصدارها خلال أيام من المتوقع صدورها في 22 فبراير قال إن دلوقتي كل الجهات المعنية بتشتغل دلوقتي على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مش بس كده ده القانون فيه كثير من التيسيرات للمواطنين وجزء كبير منها متعلق بالرسوم التصالح زي تقسيط رسوم التصالح لمدة 5 سنين وتخفضها في حالة الدفع الفوري والتخفيد في بعض الحالات والتقسيط بدون فوائد أو التقسيط بفوائد إنت كمان لازم تعرف إن قيمة التصالح على مخالفات البناء هو 50 جنيه لحد 2500 جنيه حسب كل منطقة بس السؤال هنا هنا القانون قال إن فيه نسبة 3% من المبالغ المحصلة بتروح للجهة الإدارية المختصة لإثابة أعضاء اللجان وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات وده من خلال السلطة المختصة اللي بتحدد النسبة المقررة لكل فئة من الفئات أما باقي الحصيرة فبتروح للخزانة العامة للدولة بس بعدها بتتقسم تاني وجزء منها بيتخصص لصالح بعض الجهات منهم نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومنهم نسبة 39% لصالح الجهة الإدارية اللي وقعت فيها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهم من المشروعات التنموية ده بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء وعلى عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية بس على فكرة فيه بعض الحالات اللي مش ممكن تتصالح عليها مهما كان زي الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء أو في حالة التعذي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق بس لو ده ما اتفقش مع أصحاب حقوق الارتفاق كمان في حالة المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت بالتراز المعماري المتميز أو إنك اتجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوزت طلبات شؤون الدفاع عن الدولة برضو مش هتقدر تتصالح كمان في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة بس لو ده ما قدمتش على طلب لتوفيق أوضاعك أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الأثار وحماية نهر النيل أو مثلا غيرت الاستخدام للمناطق اللي صدرت ليها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية أو بنات خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بس ده باستثناء بعض الحالات وهي المشروعات الحكومية ومشروعات ذات نفع عام زي المستشفيات والمدارس وغيره والكتل السكانية الأريبة من الأحوزة العمرانية للقرى يعني لو ناوي تتصالح إلحق جهز ورقك وقدم دلوقتي